السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مطبخ كريز وفانيلا النهاردة هنعمل أكل اقتصادية وحرشة ومحبشة كده من اللي هي حاجة كده من اللي بتدخل على القلب على طول هنعمل النهاردة طبق مسقعة محترمة جدا من غير بقى منقلي ولا أي حاجة خالص ثم معلقتين زيت وطبق ملوخية محترمة كده وبالمناسبة دي ملوخية نشفة هقولك على طريقة سهلة قوي كده تحولوها الملوخية خضرة لها عرق كده من اللي تفتح النفس بصوا بقى المسقعة عاملة ازاي بتلمع ومستوية وشكلها وطعمها في منتهى الجمال والروعة ومن غير ما نستخدم زيت زي ما بقولكوا كده بالزبط معلقتين زيت بس وهتعملي أحلى مسقعة في الدنيا كلها رحيتها هتقلب البيت كل يلا بينا بقى نشوف الكلام الحلو ده تعمل ازاي أول حاجة كده هتلي بقى جريل على النار كده وسخني كويس قوي جريل بقى طاصة أي حاجة ما بتلزقش ولو ما فيش استخدمي أي صنية ألمونية عندك بس يدينيها دهنة زيت كويس سخني كويس قوي وأول ما يسخن أنا مقطع البتنجان بس شراحي سميكة كده يعني سمك الشراحة كده ما يقلش عن صنطي ونص علشان البتنجان المقلي خلاف البتنجان المشوية في تقطعته برص البتنجان بعد ما اتصت سخن كويس وأول ما ياخد لون هقلبه على الجهة التانية وهفضل هكذا قلب لحد ما ياخد لون اللحمر الغامق اللي هو اللون كأنه مقلي أهم حاجة أن الطاصة بتاعتك تكون سخنة يا دوبان أنا دهنتوا في الأول معلقة زيت واحدة بصوا بعد ما أخد اللون ده بقلبه على الجهة التانية وكل ما حست أنه خلاص يعني بعد ما البتنجان بستوي شوية الطاصة بتفضأ يبدأي أنه وسعي المكان ويحطي اتنين تانيين ورشة زيت خفك ده على الوش رشة زيت بس وأول بقى ما ياخد اللون الحلو ده كده هتلاقيه بقى جسمه طري واستوى هتطلعيه وتفضي الطاصة وتحط غيره والحد ما تخلص بقى كل كمية البتنجان اللي عندك البتنجان اللي أنا جيبها ده حلوة قوي مش مبزر تقطعت البتنجان عشان إحنا هنشوي مش هنقلي فمش فرق معي التقطيع بقى مدور مطاول زي ما تحبي دفل في الأحمر بلدي برضو قطعت وشلت البزور اللي فيه وبردو هشوي بشل بقى كل اللي استوي وبفضي الطاصة من وقت للتاني بنزل برشة زيت يعني كل ما بحط بتنجان أو فلفل جديد رشة زيت خفيفة برشها يعني ما بحط الزيت اللي أول مرة بس رشة زيت بس على الوش كده برشها زي ما حضراتكم شايفين حنا بحبيت بقى أضبط المسائل وشطشاته كده قرنين شطة زي ما هم سلان بحطهم برضو بيتشوي أول ما الشطة بتاعتي تاخد لون بقلبها على الجهة التانية لحد ما الفلفل والشطة بتبالو هم ما بياخدوش لون جامد كده بس يدوب بتبالو كده واتلقهم أخدوا لون خفيف كده بطلحه دلوقتي بقى أحضر التدبيلة لحرشة بتاعت البتنجان في طاسة بقى على النار هنزل بمعلقة زيت واحدة بعد كده بنزل عليها ب3 أو 4 فصوص طوم كده مفرومين وأول ما الطوم يتشوح أنا ما بحمرهش يدوب بس يتشوح وشم رحته بنزل عليه بقرنين شطة برضو متقطعين كده بس ياريت يكونوا حرقين أول ما يتشوحوا بقى أنزلي ب3 أو 4 طمطمات كده كبار متقطعين قطع عشوائية خالص ما كانش عندي إلا التلاتة دول وعملتهم مرضيتش حتى أخرجشتري من بر أول ما أقلبتهم وبدأوا أن هم يتبالوا كده هبدأ أن أنا بالمعلقة كده أقلبهم وهارستهم وأنا بأقلبهم أبهرهم بقى نص معلقة كامون نص معلقة بابريكا نص معلقة كصبرة ومعلقة ملح وأقلب الكلام ده مع بعضه وأسيبهم بالضبط دقيقتين وبعد كده بطف النار عليهم هم خلاص استووا وتسبقوا بقوا حلوين جدا جدا هشيل بقى التصديمنا على النار وهجيب الجريل وهو لسه سخن زي ما هو بس مسحته بمنديل كده وخدت أول معلقة يعني خدت معلقة من الخليط اللي احنا عملنا من شوية وحطتها في الأرضية بتاعت الجريل وأبدأ أرس بقى البتنجان جنب بعده كده شرايح شرايح والفلفل كمان هفتحه كده وارسه جنب بعده علشان هبدأ أحشيه بالخلطة اللي عملناها دي كل بتنجانية هفرد على وشها كده حتة من الصلصة اللي عملناها أو التسبيكة اللي عملناها دي هرجع بعد كده بقى أحط الطبقة التانية من البتنجان أرسطها برضو على الوش وهعمل برضو بالصلصة على الوش طبقة تانية كده زي ما حضركوا شايفين بالضبط تمام كده حلو الكلام بعد كده بقى أغطي البتنجان وحطه على نار هادية لمدة عشر دقايق أو ربع ساعة لحد ما يستوي خالص وبعد كده بقى بطف النار عليه وقدمه ما بارد وأنا حضر بقى دلوقتي الملوخية على مالبتنجان يستوي عندي أربع أو خمس ورقات من السلق وعندي ربع حزمة كزبرة خضرة باخد الورق بس بتح ما باخدش غير كده ونزلت عليهم كمان بكوباية من الملوخية النشفة بس الملوخية دي أنا خلتها كويس علشان حسيت إن فيها عيدان كده كتير فحبيت إن أنا أنخلها باخد الكلام ده بقى ونزلهم في الكبة كده وبعد كده بنزل عليهم بنص كوباية شربة بس الشربة تكون سخنة هاخد بقى الكلام ده وافرمه بقفار مناعم في الكبة كإني بقى عمل ملوخية ممكن من الأساس اعملي السلق والكزبرة واعمليهم بالمخراطة بتاعت الملوخية لحد ما ينعموا وضيف الكلام ده مع بعضه وقال بيب بعضه بالمعلقة عادي من غير كب ده بقى شكل الملوخية بعد ما اتفرمت ما شاء الله نعمة جدا وشكل الملوخية الخضرة بالضبط فحلى بقى على النار بنزل بأربع أو خمس فصوص طوم في معلقة سامنة بلدي كده يتشوحوا مع بعض ما تتحمريش الطوم احنا كده كده هنعمل طاشة في الآخر فيادوب الطوم بس كده بتشوح يعني تحسين ايه يادوب بس يطلع راحته بعد كده بقى هنزل عليه عندي طمط ماية تكون مبشورة بشر ناعم اول بس ما الطوم يتشوح بانزل بالطمط ماية واسبها دقيقتين بالضبط تتسبك مع نفسها كده وبعد كده هنزل بقى بالشربة اللي عندي عندي دول تقريبا لتر من الشربة على المقدار اللي انا عملته الشربة دي شربة فراغ بلدي بس فراغ بلدي كده كبيرة شوية فبتلاقيها الدسم بتاحها زيادة شوية اول ما الشربة بتاعتي بتغلي كويس بنزل بقى بالملوخية عليه وبيبتدي بقى بالوسكة افكك الملوخية كده في الشربة زي ما حضركم شايفين كأن بعمل ملوخية خضرة بالزبط وبقلب مع التقريب بقى الملوخية بتبدأ تعمل عرق بصوا شكلها ولونة عامل ازاي ما شاء الله لونة حلو جدا ورايبة جدا من الملوخية الخضرة انا ما بحبش بصراحة قطر السلق في الملوخية لانه بيدي طعم وبيبان شوية في الملوخية النشفة فيا دوب الورقتين اللي انا عملتهم قدوا لون حلو للملوخية وفي نفس الوقت طعمهم ما كانش باي طبعا انا هنا كنت فاكرة ان الكاميرا شغالة بس تريفون فصل شحن وللأسف ما تصورتش اللقطة دي بس انا حطيت فلتاصة معلقة سامنة بلدي وانزلت باربع او خمس فصوص طوم مفرومين واول ما تشوحوا وانزلت عليهم بمعلقة من الكزبرة النشفة وسبتهم دقيقة كده لو حد ما تحمروا مع بعض وبعد كده تتشطهم على الملوخية شكل الملوخية بصراحة حلو جدا وهتشوفها دلوقتي في اخر الفيديو بجد روعة وزيها زي الملوخية الخضرة بالزبط اكلة النهاردة حقيقية من الاكلات الحلوة قوي اللي الكل بيحبها وكمان اقتصادية وتنفع لأكلات اخر الشهر تقريبا كل حاجاتها موجودة في البيت وتقدر تعمليها بمنتهى سهولة وتعد اليوم اتمنى تجربوا وصفة النهاردة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات هتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي جاي بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة